تنضم إلينا الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصاي أهلا بك معنا دكتور صفوان ونبدأ معك بمحاولة لتقييم التعميم الأخير للبنك المركزي ماذا عن إيجابياته وسلبياته برأيك؟ طبعا من الواضح أن البنك المركزي نجح في عملية الاقتراب من متطلبات الفيدرالي الأمريكي بوجود أكثر من 40 مصرف مراسل دولي ستتمكن المصارف العراقية من القيام بالتحويلات المالية من خلال المصارف الأردنية التي لديها حسابات في الستي بانك والجي بي مورغين وبالتأكيد الستي بانك والجي بي مورغين لديهم نفس الشروط التي موجودة في المنصة من حيث الامتثال إلى من هو المجهز أن لا يكون ضمن دائرة الشبهة ومصدر الدينار العراقي يكون معروف بالنسبة للنظام التحويل لكي نتمكن من السيطرة على عمليات التحويل وتدريجيا من الممكن أن يكون هناك انضمام إلى هذا النظام من قبل بقية التجار وبالتالي الحسار الطلب على الدولار في السوق غير النظامي وتحويله إلى المنصة الكترونية أيضا البنك المركزي بالتأكيد يحاول إرشاد المصارف العراقية على إعادة نصيف مستوى الاعتماني لديها لكي تقوم هي بعملية التحويل بشكل مباشر بعملات مختلفة لدينا اليوان الصيني الروبية الهندية وكذلك اليورو ويمكن أيضا إضافة الليرة التركية وأيضا الدرهم نماراتها طيب دكتور صفوان نود أن نفهم معك في التفاصيل الاقتصادية أكثر يعني تعميم البنك المركزي هل هو تعويم للدينار أم على المقلب الآخر اعتراف وأقرار وتسليم الأمر للسوق الموازي ليتحكم بسعر الصرف وانتهى الموضوع لا الحقيقة التعميم الأخير حول إمكانية شركات الصيرفة والمصارف العراقية بأن تقوم بعملية شراء وإعادة بيع الدولار بسعر السوق هي عبارة عن عملية تسهيل لبعض الزبائن الذين لديهم التزامات دولارية أو بعض العراقين الذين يمتلكون الدولار ويرغبون بعملية بيعه وجود نافذة شفافة لشراء وإعادة بيع هذه العملات الصعبة من قبل المصارف ستسحب الطلب من المضاربين إلى المصارف والمصرف يكون مسؤول عن معرفة من أين أتى هذا الدولار ولمن يباع من أجل أن لا يكون لدينا دولار سائب الدولار الذي يستلم من البنك المركزي لا يزال بنفس السعر 1320 لكن وجود سوق للمضاربين وجود حاجات في بعض الحالات طارئة قسم من الزبائن لديهم مستحقات دولارية على مستوى وحدات سكنية تمشراها بالدولار أيضا أقليم كردستان سوق دولاري فعملية تحول إلى الدينار تحتاج إلى وقت فأعتقد أن هذا الإجراء هو عبارة عن محاولة سيطرة على السوق غير النظامي إذن محاولة سيطرة وهو بالتالي يعني حل وقصي ماذا عن الحل الدائم لهكذا مشكلة تزداد لا الحقيقة يعني الحل الدائمي هو أن يكون لدينا عقود تجارية طويلة الأجل من قبل تجار معروفين مع المناشئة معروفة وضمن نظام الاعتمادات المستندية وأيضا البنك المركزي قد يقترب من أقناع الفدرالي بدعمه في موضوع أن يكون لدينا منافذ تجارية لشركة أمازون أو علي بابا لبيع السلع داخل العراق بالدينار العراقي وبذلك نجبر التجار على انضمام إلى نظام التجارة الرسمي وكذلك عملية إدخال بعض الشركات المعاقبة والكيانات المعاقبة ضمن آلية للتحويل المالي بإشراف الفدرالي الأمريكي قد تنجح مثل هذه المعالجات في كسر الدولار في السوق غير النظامي وعيادته إلى وضع الطبيعي تنجح في أي إطار ومدى زمني دكتور قصاي إذا أردنا أن نتحدث من الناحية العلمية كم من الوقت تحتاجه هذه المعالجات لحل الأزمة بشكل كامل يعني بتقديري بمجرد أن يقتنع الفدرالي الأمريكي بأن نتعامل مع الكيانات المعاقبة ضمن حساب مشترك في قطر أو في عمان وأن يتم استيفاء مستحقات الشركات الإيرانية أو غيرها من الكيانات المعاقبة للأغراض الإنسانية سينسح بالطلب بشكل فعال وبشكل فوري كذلك المواقع التجارية الدولية عندما ترغب أن تخدم الاقتصاد العراقي في أن تبيع السلع المفحوصة والموافق عليها من الفدرالي بالدينار العراقي مقابل أن يقوم البنك المركزي بالسماح باستخدام الرصيد الدولاري لصالح تلك الشركات سنجبر المافيات المحلية على تشفيف منابعها وبالتالي يصبح المستهلك العراقي أمام سلعة عالمية تباع بالدينار العراقي شكرا لك